لأربع ساعات اجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر خرج بقرار توسيع أهداف الحرب في قطاع غزة تحدث أو تحت هذا العنوان مشاهدين ترى إسرائيل أنه ستكون هناك عودة آمنة طبعا لسكان الشمال إلى منازلهم الحكومة المصغرة لم توضح كيف سيكون الإجراء هل سيتم بعد عملية عسكرية أم لا لكن مصادر أكدت لصحيفة يدعوت أحرونوت أكدت أن الحكومة تخطط لاتخاذ خطوات متهورة في لبنان بينها العمل البري يقول الخبراء أيضا أن الجيش الإسرائيلي إذا قرر تنفيذ عملية برية باتجاه لبنان فإن دخوله سيتم على طول الحدود أي من القطاعات الثلاثة الشرقي والغربي والأوسط أيضا إذن يبدو أن كل المؤشرات من إسرائيل تذهب باتجاه عملية عسكرية وشيكة فنتنياه ومشاهدين ذكر مرارا أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال دون تغيير الوضع الأمني على الحدود مع لبنان هنا لن يستمر وهذا يتطلب تغييرا في ميزان القوى على حدودنا الشمالية سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة السكان إلى منازلهم بأمان أنا ملتزم بهذا الأمر والحكومة أيضا ونحن لن نقبل بأقل من ذلك أما وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جلنت الرجل الذي تدور حوله الكثير طبعا من الأقاويل واللغط خلال الفترة الأخيرة فقالها صراحة عقب لقائه المبعوث الأمريكي أموس هوكوشتاين في زيارته الخامسة للمنطقة قال إن التوصل إلى اتفاق مع حزب الله بات أملا ضئيلا والسبيل الوحيد المتبقي لضمان عودة سكان الشمال سيكون من خلال العمل العسكري خلال هذا الاجتماع أيضا مشاهدين هوكوشتاين أكد للقادة الإسرائيليين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقدوا أن توسيع الصراع سيشمل لبنان أو الذي سيشمل لبنان سيحقق هدف إعادة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال وفق موقع أكسيوس لكن على ما يبدو أن رسائل تحذير هوكوشتاين لم تلقى صدا إيجابيا فما أن غادر المبعوث الأمريكي حتى اتخذت إسرائيل قرارها بتوسيع الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر